موسيقى 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 مرحبا انا طاحة سعدة من فريق سمارت في هذا الفيديو سوف نتحدث عن أمثلة على GCD و LCM القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر أول مثال GCD بين 8% GCD هو عبارة عن القاسم المشترك الأكبر أحلل الأعداد لعواملها الأولية 8 هي عبارة عن 2 تكعيب والمية هي عبارة عن 2 تربية ضرب 5 تربية هنا الأشي المشترك ال GCD هو عبارة عن 2 بالقس الأصغر فهي عبارة عن 2 تربية فهنا الجواب عبارة عن 2 تربية هذه ال 2 تربية تساوي 4 المثال الثالية اللي بعدها GCD لل 10 وال 15 الثالية 10 تساوي 2 ضرب 5 وال 15 تساوي 3 الثالية 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 هلا هون الأشي المشترك بيناتهم مش موجود معناتهم لما يكون العدد لما يكونوا هدول العددين في الشي بيناتهم ولا أي اشي مشترك فبيكون الجواب بتاع GCD عبارة عن 1 إذن لما ما ألاقي ولا أي قيمة مشتركة بين العددين فالقاسب المشترك الأكبر لإلها عبارة عن 1 هلا هاي الحالة إما ما ألاقي بين عددين قيمة مشتركة والجي سي دي لإلها بساوي 1 فهاي الحالة بسميها Relatively Prime Relatively Prime هلا هاي Relatively Prime يعني إنه القاسم المشترك الأكبر اللي هو الجي سي دي بين عددين بساوي 1 هذا هو المصطلح لهاي الحالة هلا هون المثال اللي بعده بيحكي للجي سي دي بين ال 2 تربيع 3 تكعيب 5 تربيع هذا عبارة عن العدد الأول فاصلة 3 تربيع ضرب 5 تكعيب ضرب 7 تربيع هذا العدد الثاني هلا هون مو شرط طبعا دايما إنه يعطيني زي هيك عددين وأنا أروح أحليلهم وأطلع القيم المشتركة لا ممكن هو يعطيني أصلا عدد محلل وأنا بس بدي ألاقي القيم المشتركة هلا هون 2 تربيع هون فينا 2 لا هلا هون 3 فيه هون عندنا بالعدد الثاني 3 هلا هون بما أنه أنا بدي جي سي دي رح أشوف العدد المشترك أخذه بالأس الأصغر اللي هو هون 3 تكعيب وهون 3 تربيع فأنا رح أخذ الثلاثة تربيع هلا بروح بكمل الخمسة هون فيها هاي خمسة هون خمسة تربيع هون خمسة تكعيب فأنا رح أخذ الخمسة تربيع اللي هو بالأس الأصغر هلا هون الناتجتها هي عبارة عن 15 في 15 فبتساوي ميتين وخمسة عشرين هلا هون هون الالسيام بين الخمستاش والمية الخمستاش تحليلها لعواملها الأولية عبارة عن ثلاثة في خمسة المية عبارة عن 2 تربيع في خمسة تربيع هلا هون الالسيام عبارة عن القيم المشتركة بالأس الأكبر بالإضافة إلى كل القيم الغير مشتركة هلأ هون الإشي المشتركة اللي هي الخمسة هون خمسة تربيع رح أخذ أنا الخمسة تربيع اللي هي القيمة المشتركة بالأس الأكبر بالإضافة إلى باقي القيم اللي هي 3 وال2 تربيع هلأ هون 5 تربيع و2 تربيع عبارة عن 100 في 3 الجواب 300 هلأ هون الـ LCM بين السبعة والثمانية هكينا أنه السبعة هي عدد أولي اللي هي prime number تحليلها لعواملها الأولية عبارة عن 7 والثمانية تحليلها لعواملها الأولية عبارة برضو عن 8 هلأ هون رح أخذ الإشي المشترك الإشي المشترك مش موجود بالإضافة إلى كل الأعداد اللي هي السبعة والثمانية هلأ السبعة والثمانية هلأ السبعة والثمانية هاصل ضربهم عبارة عن 6 و 50 معناته هون الـ LCM بين السبعة والثمانية طلع عبارة عن 7 والثمانية ثاني هي نفس الاعداد والجي سي دي لسبعة واثنمية طيها عبارة عن واحد هلا هون Holce m هي ثين تربية ثلاثة تربية سري هنا ثنين تربية ثلاثة تكعيب هنا خمسة تربية هذا عبارة عن العدد الاول وان هنا ثلاثة تربية خمسة تكعيب سبعة تربية جميعها عن الاعدد الثانيا انا پديل هون هون بدي اخذ الاعداد المشتركة بالأسى الاكبر بالاضافة الى باقي القيام الثانيا الواتنين مش مشتركة الثلاثة مشتركة سأخذها ثلاثة تكعيب اللي هي الأس الأكبر الثلاثة مشتركة سأخذها خمسة تكعيب اللي هي الأس الأكبر بعدين بيضل عندي بدي أخذ باقي القيام الغير مشتركة اللي هي ثنين تربيع ضرب السبعة تربيع وبطلع الناتج لحاصل ضرب تبعهم هلا هون which of the following number are relatively prime هلا هون حكينا relatively prime هي عبارة على أن GCD بين هذول العددين بساوي واحد يعني ما في قيم مشتركة بين العددين هذا هو المصطلح تاع GCD تاع relatively prime هلا هون السبعة والأربعطاش القيمة المشتركة بيناتهم اللي هي السبعة الثمانية والعشرة القيمة المشتركة بيناتهم اللي هي عبارة عن تنين تربيع لا هون بس الاثنين هلا هون بين التسعة والعشرة ما في ولا أي قيمة مشتركة فبنوخدها الواحد بما أنه هون طلعينا الجي سي دي لإلها عبارة عن واحد فهو عبارة عن relatively prime وهذا هو الجواب الصح هلا هون العشرة والمية الجواب المشترك بيناتهم عبارة عن اثنين في خمسة اللي هو عبارة عن عشرة فبرضه العشرة هي مش عبارة عن relatively prime اللي هي أنه الجي سي دي لإلها لبين العددين بساوي واحد فهو معناته التسعة والعشرة هي عبارة عن relatively prime هلا آخر مثال اللي هو assume that A و B are relatively prime بعدين بحكي لي find GCD للأول بي هلا بما أنه الـ ALP عبارة عن relatively prime اللي هو الجي سي دي لإلهم بين رقمين عبارة عن relatively prime بساوي واحد معناته الجي سي دي بين الـ ALP أكيد بساوي واحد والـ LCM بين الـ ALP هاي متل ما شفنا بالحالة هاي هون الجي سي دي لأدول العددين اللي هو relatively prime كان عبارة عن واحد والـ LCM لإلهم كان عبارة عن 7 في 8 اللي هي نفس هدول الأعداد فهون عبارة عن A ضرب B هذا هو المصطلح تعالي لإلهم لهدول العددين بساوي واحد يعني ما في قيم مشتركة والـ LCM لهدول العددين هو حاصل ضرب هدول العددين